صور مثيرة للجدل بثت منذ فترة تقول منظمة Human Rights Watch أنه تم التأكد من صحتها مقاتل الدولة الإسلامية في العراق والشام وبعد سيطرتهم على تيكريت أوائل الشهر الحالي بثوا صوراً وقالوا أنهم أعدموا جنوداً عراقيين بشكل جماعي المنظمة الحقوقية حللت صور الفوتوغرافية وصور الأقمار الاصطناعية وأشارت إلى أن مقاتلي الدولة قاموا بالفعل بعمليات أعدام جماعية في تيكريت وطلبت المنظمة أن يتم التحقيق في هذه الأعدامات الدولة الإسلامية قامت بشيء غريب فالعديد من الجماعات تقوم بجرائم حرب لكن الدولة الإسلامية تعترف بها وتروج لها وتتفخر بجرائم الحرب على الإنترنت فهي تنشر صوراً وتخبر العالم وهذا تطور خطير لكنه لا يعني أننا سنتوقف عن التحقيق المنظمة حددت موقع خندقين ألقيت فيهما الجثث من خلال مقارنة معالم وملامح في الأرض في الصور التي نشرتها الدولة الإسلامية المكنان يقعان بالقرب من قصر كان يعود للرئيس العراقي السابق صدام حسين على شاطئ نهر دجلة في تيكريت هيومن رايتس ووتش أوضحت أن محصلة القتل تتراوح بين 160 و190 رجلاً أعدموا على يد الدولة الإسلامية في العراق والشام وأقرت المنظمة بأن عدد الضحايا يمكن أن يكون أكبر بكثير من عدد الجثث التي تم العثور عليها وكانت دولة الإسلامية قالت سابقاً أنها أعدمت نحو 1700 جندي كما قارنت المنظمة المعلومات بصور التقطت بالأقمار الاصطناعية العام الماضي وسور فوتوغرافية من تيكريت في فترة سابقة نعتقد أن الدولة الإسلامية أعدمت عدداً أكبر من الناس قمنا الآن بخطوة أولى وهذا ما تمكننا من التأكد منه الآن ليس لدينا طريقة للوصول إلى تكريت لكن يجب أن نواصل التحقيقات لنعرف ماذا حصل في المدينة وكانت منظمة هومن رايتس ووتش وثقت انتهاكات وأعمال قتل أخرى ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا جان عيبولوس بي بي سي